السلطة وأصحاب السلطة وبالذات الذين يحاولون أن يسخرونها ويطوعونها لحساباتهم ومصالحهم وأحزابهم دائماً ما يعيشون بقلق لأنهم يخشون من فقدانها لأن بها انتفعوا وبها عاشوا وشافوا ملذ وطيب والسلطة القلقة معرضة أن تسقط في أي لحظة من اللحظات لأنها كانت قد بنيت على باطل وبنيت على رمال متحركة افتقرت للمصداقية من داخلها وأهلها وزعمائها لأنه اللي يشتغل بشراء ذمم أو أصوات هنا وهناك كمن يشتغل في حق الألغام إذا ما تطق هنا تطق هناك والحدث الأخير اللي صار بروسيا مع الفاقنر أعطى دروس إلى الجميع أنه ممكن أن يكون زحف ممكن أن يكون انقلاب في أي لحظة من اللحظات لا توهم روحك أنك والسلطة قوي لا أكو أشياء قد تكون خارج الحسابات السلطة الحقيقية التي تحترم ويعتد بها وأهل أو صاحب السلطة من يحط رأسها على المخد ينام نوم عميق هي التي تحقق المنجز هي التي تحتمي بعدالتها أمام شعبها ومن يعتقد أنه قد أصبح قويا إلى الحد الذي يخفي جرائمه أو يتستر عليها أو يعبر بها إلى الضفة الثانية ويقعد يسولف علينا هو إحنا لازم نصدق أنا كثيرا ما كنت أقول وما زلت أقول أخوان لا تخدعوا أنفسكم على أننا ترى على قدديكم أو كل اللي تقولون أنصدقه أو تفهمون أنه الجرائم تسقط بالزمن لا ما ماكوهي شيء الدم دم والحق حق والمال والناجح ناجح والفاشل فاشل وهذا الدار يقول أوقف ولو زعلان تشل مردحات شيك بقد ما بيتشات عليك هالسر دبت شيك يجب أن نتحاسب على كل شيء في هذه الحكومة بالحكومة الراح تجي لا بد للأقنعة أن تسقط ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للنهار أن يأتي لأنه هي هذه دورة الحياة فاللي يريده ونقوله للفاسدين في هذه المسيرة اعلموا وعوا لن يسعفكم أحدا ذات يوم من غضب لشعب قد عجز الصبر من صبرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة